السلام عليكم ومحمة الله وبركاته مرحبا لكم في قناة معلومة فيدك اليوم نقدم لكم موضوع عن فاد الخيار الخيار يحتوي على الحديث الخيار يقوم الجهاز المناجد السلام عليكم ومحمة الله وبركاته لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبييا وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشهارة الطبيب وهذا لاستخدام أكثر أمان الخيور الخيور هو نبتة بستانية متسلقة يقع تحت تصنيف الفصل القرعية يغرس الخيور في الأرض على العمقه يتراوح بين 12 إلى 18 مليمتر ثم تمتد الأعلى لذلك تعرف أنها من النبتات المتسلقة وفي بعض الأحيان يقوم المزارعين بسندها بدعامات خشبية موطن الخيور الأصلية هو جنوب شرق هسيا إلا أن زرعته توزعت في مناطق عديدة في العالم القيمة الغذائية في الخيور تناوله في الصيف يساعد القضاء على العطش ويقوم بالتعويض عن كثير من الماء الذي يحتاجه الجسم الخيور يحتوي عن نسبة الخفضة جدا من السعرات الحارية حيث يحتوي ماد جروم على 14 سعرات حارية لذلك فهو غذاء مثالية لمن يردون إنقاص وزنهم ليقل تحتوي على السعرات الحارية ويشعر الإنسان بالشبع الخيور غني جدا بالمعادن وخاصة البوتاسيوم والحديد والزنك والفلورين والكاليوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم الخيور لا يحتوي على الكثير من الفيتامينات لكن بالمقارنة مع كميات السعرات الحارية المنقفضة فهي تعتبر كمية كبيرة الخيور يساعد على إزالة السموم من الأمعاء ويساعد على تقليل من أعراض الإمساكة الخيور يمكنه التخفيف من مشاكل الكلاة وألام المثانة كذلك يلعب دورا في الحد من الألام الرمتازمية وألام النقرصة يقوم أيضا بتقوية الجهاز المنعية عن طريق تعزيزه لمخاطية الأمعاء يقال أيضا أنه يقضع الحموضة في الأمعاء النتجة عن تناول اللحوم أو القهوة الخيور يحتوي على إنزيم مهم جدا وهو إيربيسين والذي يساعد على هضم المواد البروتينية وخصوصا في هضم اللحوم الغنية بالبروتينية الفيتامينات والمعادن والعنصر المهمة في الخيور تتمركز في السائل بداخله لذلك يتم وصوله للجسم من الداخل بسهولة الخيور قد يكون صعب الهضم على بعض الأشخاص وقد يسبب الانتفاق الخيور المزروع منه في الصوبات الزراعية يكثر الشيء بالمويدات الحشرية بانتظام وغالبا ما تكون تلك الأثار موجودة عند شرائه لذلك يجب غسله جيدا قبل تناوله للتخلص من هذه الأثار يجب عدم تركه بعد تقشيره فترة طويلة دون تناوله لأن ذلك تسبب في تدمير كميات كبيرة من الانزيمات المفيدة وحتى الفيتامينات الموجودة بنسبة قليلة يمكن أن نخسرها إذا أردت أكله للحصول على الاستفادة الكاملة منه يجب عدم تمليحه وعدم مضغه بشكل كبير ليساهل عملية الهضمة الخيور إن تناول الخيور يقوي الجهاز المنعي يحتوي الخيور على الكثير من مضادات الأكساد القوية مثل البيتا كاروتين والجاما كاروتين وأيضا فيتامين سي وفيتامين إي كل هذه الأشياء تعمل على مواجهة علامات تقدم السن وتقوية الجهاز المنعي لدى الإنسان الخيور مفيد أثناء الصيام يحتوي الخيور على الكثير من الماء لذلك من المفيدة تناول الخيور من بعد الفطور وخاصة على السحور فالخيور يعمل على مد جسم الإنسان بالماء أثناء فترة الصيام فإنه إذا تم تناوله كما ذكرنا سابقا على وجبة السحور مفيد جدا لصحة الجسم كما أن الخيور قدرة على تهدأة الأعصاب مما يساعد الصائم على ضبط النفس أثناء ساعة الصيام الخيور وفوئده الصحي للبشرة تدخل مركبية الخيور في العديد من مستحضرات التجميلة الخاصة بالبشرة كما يدخل في العديد من وصفات إقناعة البشرة لما له من قدرة كبيرة على الترطيب كما أنه يعمل أيضا على تجديد خلية البشرة وإزالة الهلات السوداء في منطقة أسفل العين الخيور وفوئده العظيم للشعر الخيور يحتوي الخيور على عناصر الكابريتة واسلك ولها أهمية كبيرة جدا للشعر فهذين العنصرين يعملين على تقوية الشعر وإعادة نموه مما يجعل إضافة عصير الخيور أو الخيور نفسه إلى أقنعة الشعر مفيد جدا ضد تسوق الشعر وضعفه فوئده الخيور للمعدة يستخدم الخيور في معالجة حرقينة وحمودة المعدة كما ذكرنا سابقا كما أنه يعمل كمدر طبعي للبولة مما يساعد على الغسلاء الكلا بشكل طبعي ويمنع تكون حصوات الكلا كما أن عصير الخيور الطازج يعمل على تهديد قرحة المعدة وذلك لأنه يحتوي على الأليف فإنه يعمل على علاج الإمساك فوئده الخيور للمرأة الحامل الخيور قد تصوب المرأة الحامل بالكثير من مشاكل المعدة والجهاز الهضمي خاصة في بداية يوم انتصب فترة الحملة مثل حمودة المعدة الإمساك القيئة كما أن الخيور يستخدم في وصفه شراب تتناوله المرأة الحامل عند ساعة الولادة والطلق حتى يساعد في عملية الولادة حيث يتم خلط مئة الوردة مع قشر الخيور والزعفرون كما يفيد هذا المزيج الأمة المرضعة حيث يعمل على إدرور اللبن الخيور وفوئده في خسورة الوزن وعملية الهضم يحتوي الخيور عن نسبة خفضة من السعودة الحارية وأيضا عن نسبة عالية من الماء والأليف فالخيور رائع في تخلص الجسم من السموم ويساعد على الهضم يمكنك تناول الخيور يوميا لعلاج الإمساك المزمن الخيور وفوئده الصحية لعلاجها السكرية وتقليل الكورسترول في الجسم والمساعدة على خفض ضغط الدم عصير الخيور يحتوي على هرمون مهم ومطلوب من قبل خلايا البنكريس لإنتاج الأنسلين لذلك فهو مفيد جدا لمرضاء السكرية وقد وجد الباحثون أن مراكب يسمى الجاملة في الخيور قد يساعد على خفض مستوية الكورسترول في الدم وأيضا الخيور يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والماغنيسيوم والأليف وعذمهم جدا لتنظيم ضغط الدم الخيور ورائحة وصحة الفم وزقطعة من الخيور بقم بالضغط عليها في سقف فمك مع لسانك لمدة ثلاثين ثانية سوف يساعد ذلك على قتل البكتيريا في الفم المسؤول عن رائحة الفم الكريهة الخيور ومرض السرطون يقلل الخيور من خطر الأصابة بمرض السرطون حيث أن الخيور يساعد في خفض الاستجابة الالتهابية في الجسم وذلك لأنه يحتوي على مادة البليفنول والتي تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطون وأمرض القلب والأوعية الدموية كما أن الخيور يحتوي على المغذية النباتية والتي لها خصوص مضاد للسرطون فويد الخيور للامساك يحتوي الخيور على نسبة كبيرة من الماء وأيضا يحتوي على الأليافة الغير قابلة للذوبين كلا من الماء والأليافة الغذائية تساعد على صحة الجهاز الهضمية بشكل أسرع وبسهول أكبر مما يساعد كل ذلك على منع الإصابة بالامساك الخيور وفويده الصحية للعظام الخيور يعد الخيور من زرجال لفيتامين كي يحتوي كب واحد من الخيور على 22% من الاستهلاك اليومي المصابها من فيتامين كي هذا الفيتامين مفيد جدا لصحة العظام كما أن لتناول جرعية منخفضة من فيتامين كي يؤدي للتعارض لكسور العظام فيتامين كي مهم أيضا لتحسين يمتصاص الكاليسيوم في العظام الخيور يوفر العديد من الفيتامينات والمعيد يحتوي الخيور على الكثير من الفيتامينات يحتوي على مضادة الأكسدا والفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين C فيتامين كي يحتوي على كمية عالية من هذا الفيتامين ويوفر حوالي 17 ميكروغروم من هذاء الفيتامين لكل ماد غروم وله دور فاعل في تقوية العظام الخيار له دور في علاج مرضى الزهيمر عن طريق الحد من تلف الخلايا العصبية في الدماغ يا رب تكونوا استغدتم من هذا الفيديو تصعمل لايك واشتراك تفعل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا